كل حال خلينا نروح للخبر الأولاني اللي معنا أو اللي قبل الأخير وهو فكرة هنا بقى إيه إيه إحنا طلعنا مش لوحدنا عندنا أزمة مع الفار لا لأسف الشديد كمان رابطة الدوري الإنجليزي اتكلمت أو عبرت قد إيه هي مستائة من فكرة هنا برضو الأخطاء التحكمية أو أخطاء استخدام الفار في المباريات وده اللي كشفته تقارير كانت صحفية وقالت كده تحديدا يعني خليني أقول حضركم صحيفة التايمز تحديدا الإنجليزية قالت رابطة البريميوم ليك ستراجع آلية تشغيل تقنية الفيديو وإن لجنة التحكم أقرت أن تدخلات تقنية الفيديو بإلغاء هنا كان بيكلموا على إنسدنت أو حدث بعينه يعني أهداف وست هام ضد تشيلسي ونيو كاسل ضد كريستل بالس كانت خاطئة ففي أخطاء تحكمية أو في أخطاء تحكمية في العالم كله في عدم استخدام أو أخطاء في استخدام هذه التقنية اللي هي اسمها الفار آه في أخطاء في العالم كله لكن طبعا الفكرة هنا أن إحنا مش مندهشين علشان هم عندهم برضو مشاكل في الفار أو في التحكم لا إحنا الفرق يعني الفرق فيه كم الأخطاء أو كم المشاكل اللي من وراء استخدام يعني تقنية الفار طبعا اللي لا تقارن يعني لو هنتكلم عن بريميوم ليج مثلا أو رابطة الدولة الإنجليزي الأخطاء فيها لا تقارن بالأخطاء اللي بتحصل عندنا فأكيد فيه فرق كبير ولكن رغم كل ده الموضوع هناك ما بيعديش كده يعني مش ممكن مثلا يحصل أزمة ما ويؤثر على نتيجة في مطش ما أو في مسابقة ما وبعدين يعدوها عادي الكلام ده ما بيحصلش وغير مقبول أصلا ففيه مشكلة حصلت فيه وقفة هتحصل فيه تساؤلات وبعد كده بعد التساؤلات أو التحقيقات هيحصل نتيجة فحق برضو النوادي اللي تضررت يعني زي ما كنا منتكلم أيام النادي الأهلي أنا حصل عندي ضرر كبير جدا من أخطاء تحكمية بالكيلو بقى لو هنسميها كده للأسف الشديد بتؤثر على النتيجة وبتؤثر على إحرازي ليه البطولات وتاريخ إحرازي ليه البطولات فكان من حق النادي الأهلي جدا وأنه يعترض أنه عنده علامات استفهام أنه يتخذ أي إجراءات كمان على الأرض وإحنا في الأول وفي الآخر بناءهم إجراءاتنا بشكل قانوني وبشكل محترم لا نلجأ لأمور أخرى وده اللي عمله النادي الأهلي فواضح أنه كمان فيه نوادي أخرى في كلمنا تحديدا بريميوم ليج يعني الإنسيدنت اللي معنا عندهم نفس المشكلة فده أو دي المعلومات لحد دلوقتي إيه اللي هيحصل بعد كده أكيد هنتابع مع حضراتك بس ربما يحصل نتيجة وربما المتشط تعاد محدش عارف إيه اللي هيحصل